نشرت القوات الإسرائيلية الفيديو اللي كلنا نطرينه لنقتنع بلاش منيح نقصه في مستشفى خلال الحرب قبل ما نفوت بمضمون الفيديو في مشكلة بالفيديو نفسه كذب الفيديو مش لقطة وحدة بالضيئة 26 في كت واضحة أكتر من هيك الفيديو نزل ورجع نحزف، تعدل ورجع نزل مرة تانية النسخة الأولى 7 دقايق و 18 ثانية بعد التعديل بتصير 6 دقايق و 59 ثانية مع مشاهد مغبشة اختفى كل شي ممكن يدل على مصدر الأجهزة الإلكترونية اللي ادعى لاحتلال إنه لحماس نوع هالأجهزة والرموز اللي عليها بيرشحوا إنه لجيش لاحتلال نفسه وإنه زرع قبل التصوير انحسفت كمان جملة المتحدث بإسم الجيش لما يقول إنه ما بيعرف شنطة اللابتوب لمن بس بيرجع بيقرر إنه لحماس بعد هالتعديلات خفت سيئة الجيش الإسرائيلي بالأدلة الأكيدة التغريد الأولى بتقول بلا كاتس بلا تعديلات بس الحقيقة المطلقة وبالتغريد التانية بتختفي هيد العبارة بالمضمون اللي كان ناطر يشوف أنفاق تحت الأرض رح يخيب ظنه بس معلش بالقاعدة العسكرية المركزية لحركة حماس لقى الجيش الإسرائيلي 3 أو 4 شنات فيها 9 كلاشنات تقريباً ومشاط وإنبلة وجزمة ما في أي طرف تالي ترافق الإسرائيليين خلال التفتيش ولا أي صحافة مستقلة فإذا كل شي قابل للشك خاصة إنه الفيديو نزل بعد ساعات على احتلال المبنى وقطع الاتصالات عنها الهم الإسرائيلي لتبرير عملية مستشفى الشفاء بيبين بغير فيديوهيد مثلاً هون عم يفوت لجنود حاضنات على المستشفى بالحقيقة المستشفى فيها حاضنات كفية المشكلة بنقص الفيول لتأمين الكهرباء لتدوير الحاضنات واللي قاطع الفيول هو الاحتلال نفسه هون الاحتلال عم يفوت مساعدات طبية على المستشفى بعد دقايق بس على أصف المخازن الطبية للمستشفى وبقي الاحتلال عم ينشر صور عن قدلة بتأكد إنه المستشفى قاعدة عسكرية لحماس من دون شك مثلاً علب التمر أو مثلاً كتاب قرآن أو مسبحة ونحن مفروض نصدق ونقتنع إنه بعد أربعين يوم من الحرب في مقاتل من حماس ترك شنطة سلاح وراء مكنة الإمراعي وإنه هيدا سبب كافي لأصف المستشفى